اخواني اخواتي مرحبا بكم ارسل اخرى في قناتكم وشكرا لكم على هذا القدمة والزدود الذين التحقوا بنا ايتم دي السماء مرحبا بكم غنوة لون بركات اذا موضوع الساعة وهو المنعطف الذي يعيشه المغرب والذي سيعيشه المغرب ولقد تنبعنا بكل هذا اذا بنضع؟ وهو واحد السوشيولوجيا والانتروبولوجيا والسيكولوجيا المغربية وقد نقول لكم دائما قد نعودها عند المغرب والمغربة قادر الفعلةiefة لا تتعاوم بشيء 없습니다 واحتم الملك بنا والملونة ولحكومة بناucking لا تعود شيء. إذن سأعود لكم قسمت واحدة سوشيوكوية وتعليزمة اللي هي دارسة اجتماعية اللي هي الحجة العبدوية اللي تماما ما قد تعرفوها شيء. بالزاف لكم ما قد تعرفوها شيء. عفتوا واحدة كبرات وشرفات وثلاث. ولكن احنا كنا عرف لها وكان صغار. انا كنا صغير ودعا كريم. وكانت كمشي لواحد البلاسة. ومنه كنا كمشوا وراحة بلاسة كممشوا. احنا واحد جوش دراري. احنا كنا ثلاثة. كنا كمشوا وكانبعدوا من الدرب. وكمشوا وكانبعدوا معنا واحد ثلاثة دراهم ولا جوش دراهم هي. وكانت كساوي حتي كتسمها شوق العرب. لو ما غشيها غاب ولا شوق العرب. شوق العرب كعفوش ورد العاصمة. وخاصة إلا كنشو حدوض الدوار ولا سوشيو ما غير عرفوشوا انه بعد علاقهم. الوقت تبدلات ومشاوا الناس ودك شيجا. واسخلفهم قاومون هي هديك. كنا كمشوا وتباتسوق العرب هذا. هو سيبر مارشي. وحنا كنا كمشوا وليه. لأنه التحت. كنا كنا في بحدك شي مشى دونتي فريس ودك شيش عرق ودك الصابون وشوكولاتة والحلوي. وكيك يعجبنا نطلعوا للفوق. ومي كنا كنطلعوا للفوق. حت كان هدك لاسانسور. موش لاسانسور. هدك الدروج اللي كيدور بحال هاكو دا. أسميتو. لي اسكالي. الاسكالاتور. هدك. هدك يطلعوا. هدك الاسكالاتور. وكنا كنت أطلعوا فيه. وكان يكفي علي سواء. وكانت يقول لي مغشي أغاب. ولكن وراء. كما بحالا قلت سيبر مارشي ودروه الي زارب. ولكن يكون لي زارب. الناس اللي غيشي السيم. الناس اللي عندوم الفلوس. هدو كاالأغنيع. تمنى كومية السيدة. أنا فستيت بقرة الماضي. يواء قمت ما كانوا يصلوه هذا الناس اليوم اللي كان عفوا هذا الرباط العاصمة القدام من الناس الذين عندهم نحن يقرأوا في العاصمة ونكبروا فيها كان هي اللي واحد الوقت كان عبتك واندو في في أوديربي عند باشيرلي وهذا المسخد التريب هذا سوق العرب وفد من ناحية هذه وكانوا الكميوت دير العسكر هم لك يجبوا السيمة ودك وكانوا يبنو دك بعد نتاحة الساحب تمالية قبل منها في هذا القنط هذا قبل ما تصله نحييو الذكره مع الناس القدام حيث نعند الناس القدام ولد الرباط والعاصمة قبل ما تصل في هذا القنط ومشي القنط الاخر قلنا سوق العرب ومع الطلعة شهر الحمد الخميس فهذا القنط هذا كانوا واحد لبار واحد لبار حيث نذكر فاني بدي كانوا تنفعوا سكيريا إذا فهذا البار هذا كانوا يسميه بار العلوي حيث دائما العلوي هما أصل الفسد عاكتوا ما خرجناش عن الموضوع نحن نرى في حرب مستمرة مع السلوة العلوية والحمد لله تتساقط وقد تساقط أوراق تشوت إذا فهذا والذي لا أعرف شيء هذا البار العلوي وهي الحمام الذي يسمونه حمام مامونية والحمام مامونية تدخل فيه المدير الذي تتعلم الصحراوي المناهد والذي يقدم المغربة والذي هو المدير الحباسة يقدم معه ثاني هنا هذه الحرفة لا تتعلم المغربة فهذا لديكم صحراويات تدخلون المغربة و تقولون لما يبقوا تماما لبسوا الفاقهة و تقولوا كل شيء يقسم لكم الله إذا دخلتم المغربة سيقومون بها و يبقوا أن يخلصوا عليكم هذا هذا بار 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 العلوي الذي ستسد و يموت فيه ما يوجد الناس سيقومون و يقولون ليس أن يدريس كان يلعب الجيش الملكي و كان يدريس و لدى جيش الملكي بالموضوع و أن هناك تنظر هذه الحمدوي كانت انت تغني في 60 وقت و يعمل و يدريس و يعمل و يعمل و يعمل و يعمل يعمل و يعمل و يعمل و يعمل Birka يصنع في المغربة ويجب أن يصنعها في المغرب ويصنعها في المغرب وهو الشاب خلد ويسرق الأغاني ديالها ويقول له ايه كيف هاش ويقول لهم ماذا بغيته ويقول لهم ويعطيها لكي تنشي الحمام الشاب خلد يسكني متعرف شيء هذا لغاية إنسان ويقول لكي تدوش عليه كانت تغنيت ما الأغاني ديالها ايوه كانت تغني والذي يغني ذاك الشعبي وذاك الشيء ومشي الريضة وكل شيء يجب أن يتعطيها ويخلصها والطاقة ديالها باعارت هاداك الكوامنجي ديالها داري الفوصنات هزاتي تردروش درباته والراش هو تحليها تممانية ويقول لهم هي في النعلم مثل درقبار ويقول لهم على الحسن ثاني البداية دياله ويقول لها تغير أيام معدودة سيدنا يوسف نساه الله في السجن عليه هو كالنبي وهي وهي غنيت واحد غنيا وهي غنيا أنا أدخلها في الشعر السياسي وإذا كنت أدخلها في الانترابولوجي بوليتيكو وزيلوا لها شيء مليحة لكي أدوز لكم ويقول لهم أدرتها بديها ودخرة كتابت عليها أمي يا أمي إذا الحسن ثاني در الأخطاء وقبل منه هذا كلمة كلي بشي سرور كلي بشغير الجلابة اللي هو محمد الخامس غيش محمد الساديس غي دير لها سنتاز وكل شيء دير متعجوش لبولوك لدروا الأخطاء وتوغي دي الأخطاء من هل يحكم هو كده الأخطاء هذا مشي رجل وبزاف عنه الرجولة ومشي رجل سياسي ومشي رجل الدولة ومشي رجل المواقف هم لديهم الهبة ولا حتى الموهبة سيقوم بأخطاء وهذه الأخطاء تتراكم وأي إنسان يقوم بأخطاء في الزمان والماكن لأن الأخطاء يتراكمه يكون يبيع الحشيج يكون يبيع الغبراء يكون خائم ويقوم بأخطاء مع الزير سوف يبدو برانسوف يوم حتى هوبية والذين يعمل مع بني إسرائيل يأتي واحد من نهار بحيث يوقع المحمد الساديس والشيخة تينا الحمدوية هي تغني وكملت لليترو وشكرت السكرة هي اللي دارتها وعندما أشغلت من مورا يقرس من الحمدوية ومتع السكرة هي اللي دارتها بيديها وذلك الضربة والموت ولكدها قمت لها هذه كرة تكتبات عليها حتى محمد الساديس بدك يسرقوا حق الرحلة المغربة وقالوا مع غيرها وقالوا مع غيرها أضعف القوم وأرضا القوم والرجال هربوا اللي قدرين يهزوا هذا خاصية غريبية في الأنتروبولوجيا لم يكن لها أنا أقولها ليكم قد رأيك الهرب في البعض الرجلاء لانفقوا مع الزوك الرجلاء لتكتبات القرم واللي هو هرب واللي بقى والخرين فمون بوكمون يقولهم يشكتوا إذن هو طاهد محمد السديس وكيعتقد بأنه وشل الأمريكان وشل الشيشان وتكاعل الصدر الرحب لغيه في اليوم القرطس هذو كليل هي اليوم هذي الحرب هذي اشتوها هو والله ما بغاها وما يقدش عليها تكتبت عليه وحده دروب زاف ولكن هذي تكتبت عليه وهذا الشيء يقع للطغة أي طاغي طاغي ما عمرش شعب طيح طاغي 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 دياله الجامي الجامي شي شعب طيح الناس لكي تتقعوا عليه حيث هذوك الطغة ما كانوا إلا بالريدة والموافقة والقبول والصفاق متع أبناء هما هذو كثمتوها وتبقى ولكن كتوقع شي حاجة على بره وذلك الحاجة على بره كنا شرحناها لكم قلنا لكم ركدر في الاقتصاد واحد اللي في بابيانا بابيو ما نتوش مع الفيلم بابيو تحركوا بابيو بريبلو في العاصمة من السويد اللي هي كوبنهاجن في احدى طوكيو تمانيا في شينوا وفي باريز الشوقع الأسهم بدأت تقطع ما لهم بريبلو من كي تحرك من كي تحرك حتى ورقة ملو ستشين ميتافور هذي غير استعارة كي نقوله هذي حاجة سرق ككرة كتقدر تدير زلزالة شبلاسة هذي موشي سرق ككرة هذي هذي رح رب دينية هكاعدية اللي مبقط عليها ديالها فين على محمد السديس هذي موشي هذي موشي وانسيتو بليوها أمير المؤمنين و الرئيس متاع القدس وكل شي وابنه البيت شوها سعيب هذي القضية وبحكم ديك الأرض اللي هي فالسطين وبقداسات وفاها بالمغاربة الجدودة عنايا العلوين ديك السعرق مكنوا في المغاربة وعدنا فيها أنا باب مغاربة عندي فالحق وديك الأرض عندي فالحق إلا شوعت فيكم عندهم الحقيقة يزديه ويجيب الحوجاج أنا عندي الحوجاج الدمغة حتى نوض الأصل اللي تعتقد هو وض الأصل يجيب شي حاجة بغلي بغ بغ بغلي دي بلا بلا سنمغش با اوكي علي زيبت فوريفر وانا ما قرح تنمش البشر مجرد من حاجة حيث الاصل ديلكم ويسمح للكم وتكوين ديلكم إذن بحكم هذيك الارد مقدسة وديدنا احنا المغربة وكيشهد عليها التاريخ وقالها الرسول اللي بغيت ورشعوا للأحاديث وقالها والتيكريت والنماليك هو صلاة داولة صلاة الدين الأيوبي تورط في أبو حمد السريع تكتبت عليه الذي تحديده تطريق ومعه التاريخ والجغرافية ان تحديده لأنه لا يوجد الارد التي تحديدها في أفريقيا وبالفعل سواء الفرنسا كيف تلزم كيف يحدث الجغرافية التي تحديده إذن كيشهد الكعيات الكثير من الأخطاء في الزمن ومكان وكيشهد جبار وكتبت عليه القادة الكثير من الذهاب في خدمة هذه الحرب التي يسمونها الناس الذين داروها لا يسمونها حرب معركة الملحمة صراع تحرير لا اسمها طفان الأقصى بمعنى هذا الطفان يجب أن يكون حتى الأقصى دير الأرض ويضل كل الأرضية ويعتنقوا الناس مسلمين الناس يعتنقوا الإسلام زرفات زرفات سمعتها الحمار أعجبوني أولاد سوس سوسي غير حمار من الحمار سوف يدخلوا المسيحية والياهودية سوف يأتي أولاد سوس من إسرائيل سوف يأتي في الصندوق لا يحدث لك الشرف يأتي في خرشي دي الميكا سوف يحاربون الصوف العمانية إذا هذا ما الذي أكتب عليه إذا أكتب عليه سوف يأتي في الوزارة أحد العام من الحبس في 60 هل هو أدوز الحبس؟ لا سوف يأتي في مالك ونحن سوف يأتي في الحبس سوف يأتي في حالة المزبلة للتاريخ سوف يأتي في حالة المزبلة للتاريخ موقف ما هل هو ثم ادوز الحبس؟ الناس يأتي في الصواريخ لأقد أعطي الفكرة وهذا ونظام ينهار من المبقاعة لديهم في الداخل وما الجبهة الداخلية يأتي في الشعب يأتي إلى الشعب يأتي في الدراسة مرأة ولدات في الحمام وزلقات وخرج للولد في الحمام ومشى ناقل حتى الفوقتها وطوار ونضولها صحراو وكي تضربوا لها العسكرات الممانية وكي تضربوا لها السيفيل والمدنيين وكل شو تيموتهم قدر يدفع لهم؟ قدر يقول شي حاجة؟ لا إذن في خضم هذه المشاكل اللي هي كتيرة وما يقدرش يخلش يهضر حيث ماشي رجول مواقف وهيبة وما عندوش تكوين ديال إنسان اللي سير لبلاد والعباد ففترة متعة 23 عام ففترة ديال السلم نبيو حرق ساكيدا كيفاش؟ في وقت ديال حرب الحرب حدا الشيشان الأولاد المرشان الحرب في شرق الأوسط والحرب في عقري داريح أشي اللي قلن لكم واحد النهار؟ رمي كتاح الرجل لدربورة نماليين قلنا لكم بالشرحة وقلنا لكم بالعربية وقلنا لكم بالروسية وفي الشيشانية وفي المدرسة الأمريكية رمي كتاح الرجل ما قد قدوش تعرفوا كيفاش غديطيه رح دارات متاع بصح وصيروا يا رجل دي رح بصح وطاحوا ما بالوكم؟ واحد الإنسان خرج عندنا بخلخال شديق الخلخال محمد السديس خطأ كبير من ناحية القيام الأخلاقية كي أن الرجل لا يسمحوش وستعاقب على عقابا شديدة إلى الموضوع الساعة في خدمها الطفن الأقساء التي ستحفل حجر محمد السديس وفي قلب إداره وعقري بلاته وفي قلب إدارنا ستحفلنا بخلص الدرائب غير خدام وليس في المستوى سوف يتحمل مسؤولية له إنه جميع قلب إداره عن كارد السيكل ربع قرل من الزمن ما أمره لا يجب طال المتطلبات لذلك العنوان اليوم هذه العافية التي كانت لديه في الدار زائد لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج غير مخارن ترون هارون غير مخارة وشفرة سيبدأ يخلق المشكلة سيخرج ويحمان وهو ميلاكي ومناهد للطبع سيخرج سيقول الجملة مفيدة وفكر فيها مزيلا وخدموها مزيلا وكانت فيها الصنعة هذه الجملة والشي شمد رشول صحفية كبيرة وكتبت بزيفة الكتوبة وخبيرة في القوة الناعمة والقوة الدكية والقوة القوية قد تخدم وهي اللي صنعات الصهيون اليهودي اللي هو السفر بمعنى إسرائيل ما عندهم اسم الدراسة والديبلوماسيين ديلهم حتى وحد خياتنا سيأتي وصنعوا كي يفعل سيكبرها وهي اللي قلت وهذا شي خاطر هدا وبعد يخرجوا لها الانتيدوت يخرجوا عندك واحد طبة وهذه الطبة اللي هي هاد درسول هدي اللي هي ميسا سلامة أنا قلت لي وبعد تدني أنا قلت لي انتح في الإلحاد والإلحاد وندخل المسيحية ونخرج من المسيحية وطلع في التلفزيون عند الأخ راشيد المسيحي والسيكولوجيا وتهرزت لي القيم الخلاقية ونكسر من الدخل السيكولوجيا والشخصية ونحن نديروا وطلعت عنده وتم معلنت بأنني خرش من الإسلام وأنا شغري وما كان الشعب المغربين عندي ما ندير به وعطقت المسيحية حيتموش سيدنا عيسى عليه السلام ما كدهش الحرب وقال الحرب هو هو ويحر الإنسان وقاله كنا ضربته ببوني هنا يعطقت هنا ضربه بالدبوجة ويطلعت هيا عند هداوي هاد الهداوي هاد هات إنسان ما عنده حتى قيمة ما عنده شرف لكارمة وبهو وجدوده كلهم ملكيين بمعنى في الجناس دياله العبودية إيوه مشاهدر شوية ديال الصحفة في شيء ما عنده في المغرب وقال اللي قرأ في شيء قرأ ديال المغرب كي يطلع زيرو زيرو تخصوشي شهادة باش كون عنده شيء حاجة وهم الدول للسجن إيوه الدول للسجن ومشعلوا لي الدبل الليل ودخلوا لي الكتوبة والدول الخزانة وذلك شيء وقرأ شوية القانون حيث صحفة ما قدش بوحدها إذا في مكن شيء مونافقوا شيء كدابوا شيء واحد ضد شعب مغربي وبغي نعيش شعب مغربي ويستعمل شعب مغربي وإذا بده يجب أن يدوز عند المهدوي ومن يسادي المهدوي يجب أن يمشي عند الرمضاني أكتوبها مزيئا إذا أتجي ويسا السلامة وتقول أنا هدي شذرت عليها وبعدتني وبعدتني ومشي المغربة وتوحش المغربة وتوحش المغربة بدأتك تخلط راسها مع المغربة والمغربة مع راسها وذلك شيء أصحاب الله كنت أقوم بالصباغة للشعر لكي تكحله وكل شيء سيكحل وتخرج عليها بالمكياج ويقابلوها بحيث أننا هي قرودة أنت من قرودة والمالك ديالك والناس اللي يحكمون في المغرب هم القرودة هذا ما كان دخوش أشاهدنا في العاهرات حتى عينا ويقابلوها في العاهرات في الفيترينا في أوراندا ويقابلوها في بلزيكا وفي تلترماركو ويقابلوها 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 إذن سوف يخرجوها ومن سوف يخرجوها ويقول طب وكل شيء مصوب كلهم يقولون سيناريو وحدة وحدة ويتخرجوا ومخابرته وقلت لكم مش حال مرة بللي أقبح خلقي الله ومكينش شيء واحد كاسول وشيء واحد باند قد المخابرات مجعل عانا بكامل كنت لقوا مع المخابرات تعرفوا غير الحمار مجمواني مزيان من غادي طلع غادي لأن يخير اللقاء ويخيروا وغايروا ويقولوا وكل مرة سيجبوه حيث ما عندهم شمكيين ومتقافين ممتقف 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 بممتقف أقول لك يكون حر أولا ممتقف يكون حر بممتقف بممتقف ومنه قيم أخلاقية وهو متقف لأن الممتقف عنده قيم أخلاقية لا يتلعش عند المهداوي لا يتلعش عند الرمادني شكول هذه اللي غي يسمح لرأسه يجي واحد خين عنده واحد باكالوريا مدرها يبقى ترحلي اسئينه بقى يقول له ألور وش تتف وانت تتف وكي بقدر بحل ملك متاع ومنكوح يجيب وا واحد عاصد يعني العنوان دينا هو طفن لقصة فوص البالات قد تعرفي العافية باش يلهيوا الناس على المأسات والمهزات والمهزالة متاع محمد السليس ما قدرش يتخذ قارار حتى مع مش رجل مواهيب وهيبة وبتيكار وخلقه إبداع ومارجل مواقف ضربة العرض وتزنزلات ومات اللي مات والإحياء رعاها تحت الصمراء وتحت السماء وماتلوا ما قدروا يحتلوا قياطا كيفاش يبني ليهم البويوت وشتوشوا قاع في المدن وكتير حلوه فعيم الله زادوا هاليه سحراوا الملك غيب صرت لسانه إذن خرجوا هذا أشباه الرجال وأشباه النوخب وستخرج وستخدموا واحد مكتب وعطوها الرخصة الرخصة أمتي يشكون لكي تدير المغرب الجدود مكتب ومكتب ومكتب تعليقات من الناس الناس فهمته عاقت الإنسان المغربي ليس بليد إنسان المغربي هو الإنسان الذي يعطى الوقت للوقت ويقول وحق صباح المغربي المغربي الذي يأمر بالله لا يمكن أن يكون لديك بليان لايستر المغربي يقول لك كل الذين موعدهم الصبح إن الصبح بقريب لأنه يوجد صباح يوجد صباح يبني ذي الليل تطلع الشمش تطلع تطلع الرمضاني سيطلع عاصد عاصد صهيوني صغير ويقول له نسمعه ويسمعه الرمضاني ويسمعه الرمضاني ردوني في مسجد في منبر الجمعة كيخطب شخص ما عندوش ضامير إطلاقاً وهو في منبر الجمعة وما كيحشمش وقال فولان بالإسم ديلي وقال مشى الإسرائيل وعمري ما مشيت الإسرائيل وكان قوله أنا اتهمني شو عبشي حاجة ما شيفيه وعن عارف ذلك الحاجة ما كينا شي سنطلع المحكمة سنطلع المحكمة سنطلع المحكمة ويعتذر غير ما يعتذر على نياته أما سنطلع المحكمة وما نقول له ما يدول اللي حابس ماذا كنتم؟ يحكموا عيبان فرنسانبولي يقدرهم برمزين يقول لهم خسر ويقدم حيث الإنسان عنده الحق يدفع على القيام الإخلاقية ديليه ودفع على الأسرة ديليه والكيان ديليه ما تهمنيش بوء الحاجة ما شيفيه علش مدتيش للمحكمة ولا مقرتي هاشا لا تتعرف كل شيء إلا هذي سنطلع سنطلع المحكمة سنطلع المحكمة سنو غتجوبني بدون اللي هو هتي خشب نعم واش هاد السؤال هاد السؤال واش عندك أو كان عندك أي علاقة بأي شكل إن كان نعم مع إسرائيل اه بها دا تتشيري والتحب دا أي شيء ردوني في مسجدة في منبر الجمعة كيخطب شخص ما عندوش ضمير إطلاقا وهو في منبر الجمعة وما كيحشمش وقال فولان بالإسم ديلي وقال نعم لكي نريكم ماذا هو هذا سوف نرى ما هو إسرائيل أو الإمام سوف نرى ما هو أشتيغول هو أشتيغول هو أشتيغول سوف نصنطلي هنا سوف نصنطلي هنا في موضوع أنا ردت عنه يقول باللسان أخوتي أخوتي مرحبا بكم مرحبا سوف نجيبه وشك يقول هو أخوتي أخوتي مرحبا بكم مرحبا سوف نصنطي لها ومعوانات الشلح عشا يوقع لكم وراء قلنان يكون ما تسيد هدا راء لا هدا لا وراء غادي بكم التفريقة ومكي اللي غاية قلاصة قدوا ذات سلسر ما العودها لكم انتم مقارنش وما تقدوش عن الدبزاء وما عندكم مش الفلوس وما عندكم مش سلحة وما كتعرفوش الدربة بيها يجوش وبلدكم اللي غا تقسم ولقرع لها وانتم اللي تكونوا غرابع ودائما انتم اللي غرابع بيكون باش عمرها بلجيكا وفرنسا ده بحتاس بليون رحتاتيوش انتم اللي معمرينها وليبيا وده بتسنو من بعد غدي نقول لكم ما شو واقعها ببعضة شبابية للمطالبة بيرفع التجريم عن الحريات الفردية الجيال حرة من اجل المساواة والعدالة الجندرية مبادرة من حقنا شنه هي الحرية الفردية علاش هاد نسكي طلبوه بإلغاء التجريم ديلها شنه هي الحدود ديل هاد الحريات وشنه المطالب ديل هاد الشباب اللي هي مطالب ديل فئة واسعة من المجتمع واسعة من المجتمع بمعنى هم أرى الأغلبية إلا اسمع بشو واحد مدزية ولا من روسيا ولا من أمريكا ها يقول خمس وخمسين فرمية بتاع المغربة ها هم فيهم بارتايا هو قال هذا الفيديو انتيني هو اللي قالها هذه قالها قالك فئة واسعة من المجتمع عندهم الحق يدرع المثلين وكل شيء فئة ومسامعة كيف حصلها كيف حصلها فئة واسعة من المجتمع هي فوق خمسين فلمية يا الأغلبية كيف حصلها قدرتين إحصائيات إذا هناك تمرن الكذوب هذا فكر سهيوني هذا فكر اشنو سهيوني راح لما محتاجين شي واحد يقول كتف روسيا ولا كتف إسرائيل لا فكر سهيوني إذا كتنتي قتعتها بالراسك شلح ولا أمازيغ ولا سوسي علش مع مقاطعة وبحدة تهدر على ما كيش مدارس في الجبال في سوس علش القرية اللي دستي فيها في الجبل ضربوها الفرنسيين وطحنوها ومشات في 1921 فاش في 1921 وبقى خاوية على أوروشها إذا يومنا هذا وضربوها الفرنسيين اللي جابوهم العلويين حيث القوية التماء والبشاوات ما بغاوش يدخلوا كانت بلاد السيبة الناس رفضت تخلص درائب وتعترفوا وتقدموا البيع على العلويين مع أمك ومشيتي جمعتي الفلوس وعمرتي ذلك القرية مع أمك دفعتي ودفعتي على السوس معسول كان معسول وعندما كتران حيجيت أنت موحد جين متاع الشلوح وقريته ان هالذات الجميع متاع القادير قد تدوك درائي ودخلت إلى انفرسهم السيونية شي حاجة وكل العربة والقومية العربية والإسلام ودورهم غوزات هذه فكرة انت كتقوله وخص الرمداني يقول لك هذا ما قالت الدرسول وهذا ما وقع في الفيلا دياله حيال الرياضة أنا كنتدى خرجتي وكتدفع على الفسق والفساد في المجتمع انتدى كتقول بخصة الناس يصومون رمضان وليس مشكلة إذا لم يكن لديك قيام أخلاقية ديد اللي بغيت في دارك الشريع انتع العمى ديال الناس لا تذكر فيه لا في الديمقراطيات الناس لا يشكرون في الشريع الناس لا يتعرون في الشريع في الديمقراطيات في أوروبا سمعت سمعتها إذن ذاك الكادوبي ديالك تخليه عندك قال واحد الفقهة لا تصنطش الفقهة رغين تاني تقرار فيقه كانت تكلم معك كانت ترى الحي ديالي لا تصنطش الفقهة لا سمعتها سمعتها في أوروبا ونرى ماذا سيقول فيها سمعتها هو يحمل فكر صهيوني وانترى عندك القناة سديالك أصلا ستقولها في القناة سديالك لا تصنطش عنده واحد متصهيين بحالك لكي تنعسو الشعب لديك هو الذي ترى يصنطش عندك وكنتنا تتحدث الليسان انت على الصهينا هو اللي قلبي اللي انه رأى كلهم اسرائيليين كيتكلم باللسان؟ انت على الصهينا مرة مخرش حيش بها يتكلم حيش تخرجوها غريل عري كالبون مربوش كيشو قو قلت لي احنا قنعرفها في الفارة اذا قد يبقى شغل في المثلية والفاقية والعاقيدة وشو يقلك الناس يبسوا اللي يبغوا بمعنى الولد يلبس الصيامة على البنات وشغل الحقس مكيأترش على الدراري الدراري الصغار شكون هذا اللي غيبغي مشل شي مطعم ولا مكدونال ولا غادي مع ولاده صغر يقول لي والده اه بابا حتى انا بغيت للصيب حالك الوليد لا كين تفاعل وكين تأتيها متاع الناس على اسمته اللي باس اللي باس الناس يبسوا مقين ومؤدبين ومشاوين ايه بتطلعوا تقلس مع الناس من فوقية ولا بالشامير والفرجية ولا بالبيجاما كين تحتارم ما بالوكة كتقول اللباس ما بعمل اللباس بمعنى غيخرج واحد نبس اللباس بتاع الناس بحل ده المحمد الثانيس خرج على النبل تفطر وده دخل خال وكيار بليره هو باليك وغي اتطلع على ولاد من على ولاد الملكيين هاوي كونم قيت له بزوامل ايبغي دوله بحل الملك مزيلا نزيدون تسنتو كان موشسخ شتاشل على تبق نحتارم كل شي حت مشير جير دونا بيسولر panels امريكانس living in zip codes starting with 07 من او كاتتشورني قلبي انتع كيمزن بتاع الكمبيوتر في الدار و لي ما شين حد يجي ويقول للناس هذا هو اللباس لي غادي تلبسوه انا كان فرضو عليكم غير ممكن الناس ادواء مختلفة ونظرات مختلفة الى الحياة ورؤى مختلفة كذلك الى الوجود البشري والى الدوق كذلك في الألبسة. بطبيعة الحال العري الكامل في الفضاء العام هذا الشيء ممنوع حتى في السويد وحتى في الدنمارك وفي النورفيج وفي السويسرالي فيها. يعني بلدان دي الحرية ممنوع العري التام. ولكن من دون العري وإظهار الأعضاء التنسلية في الفضاء العام كل أنواع اللباس هي حق ديال الموليها وما عندش حق نهائيا. أي طرف من الأطراف. لا الدولة ولا في المجتمع أنه يضيق على شي حتى يفرض عليه أنه يلبس بالذوق دياله. لا كل واحد يلبس حسب ذوقه من الرجال والنساء. هناك أيضا حرية الأكل والشرب. الناس كيأكلوا وكيشربوا ليختاروا في حياتهم الشخصية. ما عندش الحق شي حد يجي ويقول لهم هاش نو غتاكلوا وهاش نو ما غتاكلوش. هذا ماشي الشغل ديالو. وما عندش الحق شي واحد يجي ويقول آآ يعني ما خشي ناكلوه في رمضان لأنه هو صايم. فمن حق ومن واجب الدولة أنها تخلي المقاهي وتخلي المطاعم كذلك في رمضان. اللي بغاية يقول له هاد الناس ديال ديال المقاهي والمطاعم كيجي عندهم حتى واحد. رمغا ديالو تلقائيا. ولكن بش يولي الفضاء ديال رمضان. الفضاء محروس ومراقب بالأمن وبالعنف ديال المجتمع. هذا غير صحي وغير معقول وما كنش شي عقل سليم يقبلها. العقل السليم يقبل الفوضاء في البلد لذاك مجتمع إسلامي عجبك الحال هو ذاك ما عجبك الحال. سل بني إسراعيل وحتف بني إسراعيل تقلع قبيب وفي جوري زاليم يوي لك كنشي إحياء ما تدخل لها شايم تعليز أرطو دوكس. دولة خلقوها الملحدين ولكن أرى فيها الناس نهرج جمعه السبت. أرى الناس لا يطلعش. لا يمسوش الناس. حتى لا يقوم بعمل الضوء. لا يطيبوش. لا يقوم بعمل العافية. الناس عندهم مسائل الدينية تحترم. والحرب اللي كان اليوم هي حرب دينية عقائدية. وكاد جينتها هذا راه فكر سهيوني. هذا فكر كي. كي قاتل الخالية اللي هي الأسرة. كي كصرها مزيان. قلتك بمشيش لإسرائيل. لا يقوم بمشيش للجامعة. ولكن فكر ديك أنا ما كيعجبنيش. موتا صهيين. الفكر اللي كتحملوه فكر صهيوني. موتا صهييني. على شو ما تهضرش. على ولاد السوس. وقعت زلزلة. راهو ما تحت القياطن وما عنده كي ما عنده مجحط القياطن. هضر على ولاد السوس ديك. هضر على ولاد عقا دير دير قا ما كي يكونوا الخبز. الناس. ما كيش تعليم في سوس. حيط نسوي التعليم. يو هضر على التعليم ديالسوس بتاع شواسة ما قارن شاي. إلا كان شو عط حمر هو السوسي. ندر عليهم. انت لا انت انسان مخرب. انت خدم كالدوز السموم تاع الأسياد ديرك. او الشلحة. الأسياد ديرك اليوم. كي ربيهم الشباب. اللي عندهم عقيدة وإيمان. شتي الصواريخ النووي. والإديولوجيات. والمدارش والمداهب. بتاع الغرب. جهة. الطوفان. وقال على هذه الشركة تقول. النوع من التصرفات. لهذا السبب كيعتبر هذا الشباب بأنه. يعني ليس من حق أحد أن يدعو إلى منع. أي. إذن. قل لك هات الشباب تيقولوا بلي. ما بدينا. ليه أنه يلبس بالتوق ديالو. لا. كل واحد كيلبس حسن. دوق من الرجال والليسان. هناك أيضا حورية الأكل. غريبنا هكذا. قلت. مش رجل يسال خائن. بش نجيكم من الأخر. ليه قدر. يلمشان يرويش لحراسوا. مستحراسوا. ومتبينوا شريوسكم. وصيروا تصليوا. لأن الحياة الخاصة محمية دستوريا. ومن واجب الدولة أنها تحمي الناس بعضهم من بعض. لأن هذا. إذا كانت الحياة الخاصة محمية دستوريا. أعلى شكا تهدر. مش كل يوكل كبس تهدر على الناس اللي يبغوا يشربوا الشراب. وعلى الناس اللي يبغوا يقدروا نهارا جهارا. وعلى الناس اللي يبغتون بسوط الوار متاع الخراسة المتليين. ورجالي يبسوا الحياة متاع العيالات. وبالعيالات متاع الرجال. والمرة تتعين الجنس مع المرة. وقد تقولت عندك فيها وتختيتك بالعفة الخارسة اللي أنا في الشارع. هاتش ديركم بزاف. هاتش ديركم بزاف. ووراكم شتو وعبي. أخرج هذا على هذه القضية هذه و تشكر شيء للمجيء إسرائيل وهذه داخلها فالقضية التي كنت أدرس علىها في هذا الموضوع أدرسها شيء مصر الموادين دي المملكة الإسرائيلية هذا الفيديو يستطيعونها في 14 أشهر إذاً، سأقوم بإستخدام هذا نقوم بإستخدام قليلاً مرحبا، أسمي ألانا محمد و أعجب الإسرائيل في أسامل أموالي مجيب ألانا، ما قد يذهب؟ لا يمكن إعتقال شيء و إليه القضية أو لا يجدون شيء أقدر أن نحن نحن شخص لأنه مهداوين لا تحفظ ذلك، لا تحفظ ذلك لأقوم بأن البركة موجد في حياته كاملة دائماً البركة ستبقى في الدماغ لتوحفها حيث أنه اللي تزاد دخلته اللي بركة في الدماغ دياله وإنه يعيش في القصورة شدد بنو منعاد ستبقى البركة دائماً الفقر تبقى راسق بالإنسان اللي تزاد في حفرة ولا في دار ولا في قصر من هناك إنسان أول صور يشوفهم في حياته منظره حتى الخمس سنين تبقوا لاسقين بالدماغ دياله هالدراري هادو ديشراهم النظام وهادو ديشراهم الإمارات وهادو ديشراهم بني إسرائيل وهادو ديشرتهم الجزائر يجوا من الفقر كل شيء أصل هذا الشيء هذا الفقر المادي والفقر بحكم المادة هي التي تحدد المواقف والشوار والتقافة والرجولة والنخوة والكرم والعزة والمواقف والهيبة هالدراري هادو سيكبروا ويكبر فيهم داكلون الشيقاق ويكبر فيهم الفقر وتكبرون مع الفقر هالدراري هادو ولا ما تقدوش تعرفوهم أشفوه في صغرهم أشفوه أشكدار موتهم أشكدار بوتهم وموتهم يجبوا بطاة وخيج في جلولة بصر ويكبروا ويكبروا واحد الوقت تريدون أن تقمسوا شخصية مثل آخر مثل السخل في البلاط مثل السلاح النووي حيث ما يقدوش يداربوا هادو في الزنقة كبروا مشولد الدبزة وما يقدوش عليها وكيلعبوا الدور ديال لأسيد ديالهم وكيعتقدوا وهادو كلهم عبيد هادو ما تفرحوا لهم شاي هادو غيطاح النظام في إسرائيل راها قيطاح وراكم شته عندك شي واحد يقول لكم أنا ما زالي الخونا والعملاء والملكيين الحمير بلد الحمير الملكيدي عندهم الفيديويات اليوتيوب وتقولك وما زالك يتسنوا ده الشهر زائد أسبوع بمعنى خمسة الأسابع وإسرائيل كتاكل العصاء والبخيرات متع المريكان والشينواء والشيشان والألمان وكل شي معها وكي يقولون العصاء ما زالك يتسنوا بلد شي خخام غيدير شي بارتية وغير بحبنى إسرائيل محد إسرائيل كتاكل عصا محد الحكام العرب كيتاحوف في العدم حكام العرب كلهم كيتاحوف في العدم كلهم كيتاحوف في العدم وهذا ولاد جوع النوع كذلك عليهم واحدة مجموعة بشرية ديرهم حرب دينية حرب صريبية حرب تحرير حرب ديال الحر جميع الحروب كي يخوضوها في حرب وحدة الإعلام والبروباغوندا كل شي طاح الغرب طاح تسقط برمته وكي طلعوا هذا الحمير هادو هادو غير حمير خرسكم تشتموهم خرسكم تشتموهم لا قيمة لما زال يخرجون الخرسين وما كيش أحزاب سياسية وما كيش النقابات وما كيش النوخب كي يخرج لا أنا يا غير تهموني وانا سميتو وانا من تكون يتهموك وما تهموك وانت واحد تسلح بالسلح ببكر غفل حانوت تيخدم 18 ساعة يا سنو مع مربك تذكر الله بحارة عوم ومكعف هو وقام عنده سليب بشي عوم كلب سغل فوق هي والسر ولا ما كان شي بحارة محمد الخميس ما هي التقافة متعبك انتوما غير شلح ببكر كما جوهل وانتوما جوهل اليوم كتاقوا في البحارة شلح اليوم ساكنت تحتلقياتا وهذا هو الواقع السياسي والانتربولوجي ديالكم شتوها وعدبا انتحداكم أولاد شلح أي خاني خاني الخرن خري جيبو لي أسرة أسرة فاسية سلاوية مكنسية أرباطية بيتها في زلق اليوم وانتحداكم يجبدو عليها يجبدو لي فاسي واحد اليوم ولا سلاوي واحد تقول عشان الملك وانطيح الترمى دياله بحل بطيحنة ومشلح عندهم بالإديولوجيا بحل البرد يقتل وعمركم شتوه كتحسو به ولكن لاحسنتوش بالإديولوجيا اللي قدقتلكم ولكن ترمي هذا السلوح هذا شتوهم هذا هو كالبون وهذا من الكلاب اللي تكونوا على برد هذا هو وفي درجة النموة والدار تريد أن يخرج وليس لديهم شيء التقص والتقصية لكي ينجي وكي يبرا لكي يشوف ما يلبس تعيط له ايه كالبون وكلب يأتي بخلد هؤلاء 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 وكيأتي الرمداني المهداوي العضرويت النجاوية وطويجني وكيأتي ويأتي ولكنه الكلب هؤلاء 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 سياد يتلقو هؤلاء المهداوي ويأتي الكلب ويأتي الكلب يأتي الكلب له المهداوي يحب ولكنه أوه كلمة كوسي ويأتي يتحرك ال national ويأتي وأنا أرسلتها لنحيق ميكروبات من هذا الكلب لكي يستطيع التعاون من العشته ونجعل شابو ونخرج لست أن أفراج ذلك في تقس الدولة لأن الدولة لم أكن أعطا برهش لأن الدولة ستبقى التقس الذي كان في البلد لماذا؟ لا يعرفون بوليزاريو التقسليكين في البلاد وشفتوا الصاروخ ولا يدخلوا يدروا معهم الحرب إذا هذا العصيد هذا الرماندير هذا ما هو إلا كلاب والكلاب من كتحمل الضار كي بتودك الليلة ما زال الكلاب بالجوع إذا تحية نظارية والذي فاتكم بشلح ما فاتكم ولو وانا كون يزرين سوى شلحي وانا كون يزرين سيات رأى آخر إنسان آخر إنسان هو الشلح قلت لكم القديمة على الشلح مع صاحبة اليهودية اللي خدمها في وورستريت ليس وورستريت جورنال في وورستريت كان ندير عمليات مرة مرة كان شريكا نبيع فاسميتوها هذي كونلاين فالأسهم طلع السهم بقوا تمام بيعات ماء والحديد تمام ونحاس تمام واحدنا قلت له عندي شي شلوح قلت له لي بير بير قلت له لي بغباخ سيكزيش تنكوخ قلت له لا واحد القوم عندنا قلوهم شلوح قلوهم أمازيغ وقلوهم أمازيغ وقلوهم أمازيغ وقلوهم أمازيغ قلت له نبيعهم قلت له عندي شي ملادوكوها ايه لي بيتوالي هذو رمانو حتقي مادو رمح الماتيشة قلت له كيف ماتيشة قلت له يصلحوش نساهم قلت له ولكن انت مسلم وستمشي لك الملائكة من الدار والبزنس ديالك سيخسر إذن سعبد الله السلامة ارجعوا الملائكة تحياني دارية وشكرا اتنسيو اتنسيو شوفوا الفرنسيين تقولوها تقولك يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب يجب أن يجب أن يجب أن يجب أردو بركم لهذه الأغنية الجدود رأى والحسن الثاني كانت يقول لها هل لا يرحموا؟ كانت يقول مزوينة على هذا الفقراء كانت يقولك الله يحفظك من الشدق إلى الدك وكانت يقول بلسة واحدة أخرى أو تاني الحسن الثاني أفسره بعضه حيث أكبر خائنة عرفته الإنسانية هو الحسن الثاني وكانت يعجب في الفقراء كانت يقول هناك قرى الحرام للخير وش عرفته هذه؟ هذه الدتلية 38 سنة كتبها في واحد الورقة ومعنى لقى في واحد الحيط وتنقول في قوة الحرام للخير هذا الدكوري الموسخ، هذا الجبل الموسخ، هذا التازيل الموسخ، هذا الشلح الموسخ، هذا الريفي الموسخ في الاراضي مثل هوارة أو هولندا أو بلجيكا، سيحفر ويجمع ويجعل القرآن ويجعل الحشيش لكي يبيعه في هولندا كيف يفاجه هذه القضية؟ وانا نقرأ على درس الانتروبولوجي، وخلص الدرس بـ 500 دولار، وقدت لي وقت لقيت هذا الحسن الثاني عادو ولا دود، وليس رجل وليس سياسي، ولكن انت يقول خبير في الفقراء، إذا هو ملك، وملك القصورة حيث خلق الفقراء وتعرفهم، هو اللي صنعهم، وانا نلقى أن نشرح عليكم حيث خلق الفقراء، وقال لك، لليفيق وراد الحرام للخير، وتعرف أنه هو البدء الحرام، هو العمل، هو الولي، هو القيد، هو المحامي، هو الوزير، هو بحل المهداوي، العدراوي، هو تحفاء، هو مدر سلمي، هو نعيم تومسكي، عبد الفتاح، نعم، هادي اللي نوفو ريش، هم غير مدر الحرام، عايشين بالربا، بالسرقة، بالنهب، بالرشوة، واليوم كيين وحدين الخريج جداد، في الملكيين، وحتى في الجمهوريين، قلك منادولين، ومشتيفين هون نيدال، لما عرفوا الأصل ديالهم، صنعوا الأصل ديالهم، وداروا شويد الفلوس، وكيدعي عليهم، قلك الريفي قوم اللي خير، عرفوا، لماذا؟ عرفوا، عرفوا بصري، 26 عام، وجير ديال الدولة، أما هذا غارة، بوجبا، كان عندهم الخير، أو لم يكن عندهم الخير؟ ها؟ مع مرفق، قبل أن يكون عندهم الخير، ما هي سالة؟ كيف سالة؟ كيف سالة؟ كيف سالة؟ يعتبر المساعدات في فرنسا؟ هالخير عندهم؟ ما هو والده يكملها؟ هالخير؟ تصرفوا فيه؟ لا، فعلا قرأت الأنتربولوجيا لكي نفهم هذه القادية، ولكن يجب أن نعود إلى الأنصول، البنية التحتية، القواعد، والتكوين، سأراجع على أحد الحديد من الرسول، ما هي تقوله؟ هو دعاء، تقول، اللهم يجعل لي خيراً، يكونوا لي، هاهاهاهاها، وستمتعب، أرس، قبّع لي، ولا يتصرف فيه أحد غيري، هل تقعد لماذا، ما هي سخيلة عندهم الخير؟ لا يتصرفوا فيه، بحالة، في اجمال هوريين المذاكين، يخدمون، يصرقون، يسرقون، يسرقون، يقعون لأيبان الله لكي يدرون الفلوس، ويسفتون الحسن الثاني، واحد بالثاني، والأخرين عايشون جيدا، وهم لا يتعيشون، هذه هي المقولة الحسن الثاني، اللهم، دعاء لهم، كيف ترون هذا العصيد؟ بين عليه أثار النعمة، بين عليه الخير، أنا صغر منه عشر سنين واثناشر عام، انسيت محمد الثاني، تبقى عنده الخير، الحسن الثاني، أنا أبقى فيه، والله العظيم الذي بكيت في نمات محمد الحسن الثاني، أقسموا يمين بالله الذي بكيت، لماذا؟ واحدة، لا تحاكمش، وقد دائما كنت أعتقد، أنا سنكون، لن يحاكمه، يوده مني القدر، لا ريس كريا، أنا شايد، الثاني، ومقاكن، يشوفون هذا، قالك، لماذا فرقوا هذا الحرام الخير؟ هودوا عنده الخير، تصرف فيه، ماهو؟ من الملكية الحمار من الحمار، قالت، هناك قراءة الحرام الخير قالها ونسى بالله شكوناه الأصول وشنوه مريزا الصندون وليدي الصندون اللي ولده ورباه واللي ولده ورباه بس نسموها تحية نداليا اللي فرحان مرحبا بيه اللي ما فرحانش اللي علباه المو رحنا قلنا لكم وعودنا لكم طفل أقصى رحوصل رحضر في القصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى ارضونا ليدنا